نهاركم سعيد مرة تانية فقرتنا دلوقتي هنقدم فيها اختراع قدمه احد المصريين ابناء مدينة اسوان الجميلة من الطيور المهاجرة ساب مصر واتجه لاسبانيا وقدم الحقيقة اختراع لطيف جدا لانه كمان مفيد في الحياة اليومية للانسان المصري والانسان العالمي مش بس الانسان المصري قدر يتوصل لصناعة منتجات طبية من خلال تقنية اسمها النانو كابسولز النانو كابسولز هنتعرف عليها النهاردة خاصة ان كمان نادي اسباني الأسباني قدر يستخدم التقنية اللي اختراعها مختراعنا المصري الأستاذ الدكتور إيميل تومة في الملابس الرياضية المستخدمة للعبين ازاي فادت اللاعبين وازاي ممكن مصر تستغل قدرات وعقول المصريين في الخارج وابناء هذا الوطن العايزين يخدموها ازاي نقدر نستغل ده بشكل كمان ما يطفشهمش الحقيقة زي ما بيحصل في احيان كتير جدا خلونا نعرف عن الاختراع نعرف ازاي مصر تقدر تستغله مع دكتور إيميل تومة المخترع المصري نهارك سعيد يا دكتور إيميل نهاركم سعيد جميعا وصبع الخير على مصر وأهل مصر والناس الجميلة كل المصريين حارك بقالك قدي في أسبانيا مبدأي حضرتك أنا بقالي أكتر من 15 سنة 15 سنة في أسبانيا بس في حاجة مهمة جدا أحب أقولها إن أنا مش بس عامل كنت اللي هو العلم الأخير ده أنا عندي فوق 13 اختراع بعلم اللي هو العلم الأعشاب أنا عندي شركة أدوية بالأعشاب في أسبانيا عاملين كريمات وعملين حاجات كتيرة كلها اللي هي الزيوت الطبيعية المصرية الجميلة العظيمة إحنا عندنا هنا الأول عايزين أولا نفهم إيه هو النانو كابسولز وإيه هو الاختراع الأخير أو الصناعة الأخيرة لحضرتك ما زكت بيها الزيوت بالمنتجات تحديدا الملابس الرياضية أو المنتجات الرياضية نفهم ده وبعدين نرجع بعد كده فلاش باك طيب أنا بس خليني تسمحيلي إن أنا أطلع عن المألوف إن هو نبتدي نتعرف على حياتنا العادية أو أنا مين وبعدين نبتدي ندخل في التفاصيل أنا شاب مصري من أسرة متوسطة متربي في تعليم عادي مصري عادي جدا المدارس العادية بعد كده درست اللي هو علم المصريات القديمة بعد كده دبلوما في الأسباني دبلوما في الإيطالي دبلوما في دراسات اللي هو الريفليكسيولوجي اللي هو المساج في علوم الطاقة علاج بالألوان طب الأعشاب زيوت الطبيعية كل ده يعني لو حضرتك تقدر تخديه كمزيج مع دراسات المصريات القديمة لأن أعظم حاجة عندنا اللي هو الدراسات الفراعونية طيب أنا قبل ما حبتدي لازم أتكلم على جسم الإنسان بتاعنا جسم الإنسان ربنا وهبه زي ميموري أو فلاشة بيتسجل عليها كل حاجة من أول ما بناكل من أول ما بنشرب أول ما بنتولد حاجات كتير قوي الفكرة بتاعتي بتتلخص إن أنا جيت في يوم الأيام عندنا أحد المنتجات بتاعتنا كان لي نجاح قوي جدا كريم بيرايح فيه اللي هو مشاكل الرجل فأنا فكرت ليه ما مزيجهوش داخل نسيج فعدت أبحث وأنشأنا جوه الشركة بتاعتنا زي مختبر لهذا العلم فعدنا نبحث وحاولنا لغاية لما قدرنا إن إحنا نطلع المنتجات بتاعتنا الموضوع يتلخص في إن إحنا عندنا اللي هو علم الميكرو كابسولز يعني إيه إن لو حضرتك عندك حتة سكرة اللي هو سكر النبات عبارة عن مجسم كبير لو أنت شفت السكر وهو مرشوش أو واقع على الأرض بتلاقيه مجسمات صغيرة هو ده بالضبط إحنا قدرنا ناخد اللي هو الزيوت الطبيعية وقدرنا نحطها في كابسولات مصغرة جدا داخل النسيج اللي هو الشراب ابتدينا بالشراب بعد كده قدرنا إن إحنا نصنع الشراب ده بمواصفات معينة لإنه علم دقيق وعلم صعب جدا طيب إيه اللي هيعمله الشراب ده هو الشراب ده هو بيشغل الدورة الدموية يعني إيه أكتر المشاكل من زيوت طبيعية كلها طبعا أكتر المشاكل بالنسبة للي هي موضوع الدورة الدموية هي موضوع الدوالي أنا مش هتقول دلوقتي في الشكل العلمي أو الطبي أو أي حاجة إيه اللي إحنا بنعمله؟ اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنحسن في العلاج لو إحنا بنبص هنا بنلاقي أدم الرجل في كل الأجهزة بتاعت الجسم يعني لو لاحظت حضرتك تحت الأدم تلاقي اللي هو الجهاز التناسولي لو لاحظت في النص تلاقي المعدة تلاقي عندك الكلا القلب عندك وفي الجوانب تلاقي اللي هو العمود الفقري وسلسلة الضهر كل ده في الرجل في بطن الرجل طبعا يعني راحة الجسم تبدأ من القدمين بالضبط فعلا فتصوري إنك إنتي عندك مشاكل يوميا على رجليكي كل المشاكل دي بتأثر على الأجهزة دي يبقى معنى ذلك لو أنا عندي مشاكل مثلا في الهضم مشاكل في المعدة مشاكل في حاجات ممكن يكون من قدم الرجل لكن إحنا خلينا نتكلم على نقطة إن إحنا بنتكلم على اللي هو موضوع الدوالي أو اللي هو الفريس اللي هو اللي هي الشعيرات الدموية أو اللي هو العروق أكتر المشاكل دي عند الناس اللي هي بتوقف على رجليها كتير اللي هي 24 ساعة يعني ما عندهاش حركة أكترنا دلوقتي بديبقى قدام الكمبيوتر كل ده طيب إيه اللي إحنا عملنا؟ عملنا شراب رقيق جدا بالضبط كده بنشوفه بيبقى عبارة عن شراب ده ليه تقنية معينة بحيث إن هي الزيوت دي بتتحط طبعا الزيوت دي بتدخل شكله شراب عادي آه شراب عادي ده شراب زي الفوال بتوعنا والأوبيك والله جرد بس فيه مهم جدا إن إحنا رفيع دي شركة شركة طبية اللي عاملة الشراب ده ومش أي شركة على فكرة العلم ده مش علم سهل جدا رحته زيت رحته زي اللفاندر كده فالمنتج ده العلم ده مسهل زي ما إحنا بنصوره ولكن إحنا بنصوره لكم في صورة تانية ياريت تتعرض اللي هو التغيير قبل وبعد في خلال يومين في خلال يومين يعني بتقضي على الدوالي لا مش بتقضي بتحسن أنا لو قدرت إن أنا عندي الدوالي وتحركت بسجل بوينت جوه الشريحة بتاعة الجسم اللي إحنا مسجلين عليها ده مهم جدا آه يعني بتحسن الموضوع آه طبعا طبعا بس مش علاج لا مش علاج آه مش علاج ولكن ولكن بتحسن الأداء بتاع الشخص وهو لابس طبعا طبعا بيديك في الصيف درجة حرارة لطيفة وهو درجة هنا هنا لو لاحظنا نلاحظ هنا في دوالي الرجل دوالي الرجل ده شخص عامل عادي وهنا نلاحظ تحت التحسن بعد يومين هتلاقي هنا تجمد دموي وهنا في جلطات جلطات فلو لاحظت إن حضرتك آخر الدراسات العلمية بيقولك اللي هو مشاكل اللي هي الدوالي بتقدي إلى جلطات والجلطات دي ممكن تجي في القلب تجي في المخ تجي زي ما تي يعني هو حريك بتقول إزاي مش علاقة طالما هو بيحسن الحالة ما هو إحنا يعني واضح إن فيه تحسن ما هو إحنا بنتكلم تحسن عشان ما ندخلش في مشاكل مع الأطباء لو عاوزين في يوم الأيام نيجي ونشرح بالتفصيل ممكن نشرح وأي مشاكل بس في حاجة مهمة جدا لازم نقولها لو إنت حضرتك بنكتب الإنجريديان تعالى المنتج المادة اللي إحنا بنحطها لو بحستي عليها على الإنترنت أو أي حاجة هي بطبيعتها بتحسن في أداء الوظيفة وإيه مثلا الإنجريديانس اللي بتتحط يعني مثلا أنا حاطت في الشراب مثلا حاطت مثلا اللي هو زيت العنب مثلا زيت العنب طبيعته إنه هو بيحسن في أداء الدورة الدموية فده إحنا بنستخده بس التقنية اللي إحنا حاطينه بيها تحت ضغط معين تحت درجة حرارة معينة دي بقى اللي هو النهاء وبتاعنا يعني التكنيك نفسه ده بتاعك أنت ده السر المهنة بس المكونات من زيوتها متسجلة وكله طبيعي بجانب إنه إحنا فيه يا ريت لو سمحتوا نجيب اللي هي الشهادة اللي إحنا أخدناها من أكبر جامعة بس هل دي لها معلش عشان إحنا بس لا إحنا في مصر حاليا أيها دي الشهادة أيها دي الشهادة اللي هي أكبر أكبر جامعة في المنسوجات في أسبانيا عملت الاختبارات قبل وبعد بالصور إن المادة بتقعد بعد اللي هو الغسيل ده هنا قبل يعني اللي هنا النسيج من غير الغسيل من غير الميكرو كابسول لو لاحظت هنا هتلاحظي تلاقي حبيبيات صغيرة موجودة لو بصتي عليها هي دي الحبيبيات هو ده الميكرو كابسول اللي هي اللي هي كابسولات الصغيرة بتاعت اللي هي بتحمل الزيت بتاعنا ده طيب والتقنية دي حضرتك تعلمتها منين يعني حارك لا التقنية دي موجودة أسأل بس حارك دارة علم المصريات أيها إيه علاقات يعني ممكن حد بيتفرج يقولك طيب إيه علاقتها بالحاجات دي بتقنية النانو كابسول والمايكرو كابسول والحاجات دي مش دي حاجات فيزيكس شوية أو هندسة أو حاجات زي كده تمام أنا هفجأك بحاجة لما قلبت في البرضيات القديمة حوصلها لك في أحد الصور هتلاقيها هي تقريبا يعني بقرب لك وجهة النظر أنا اللي يهمني بس إن إحنا الوقت ما ياخدناش عشان عاوز أتكلم مع المصريين لأن الموضوع ده أنا جاي لهم هما وجاي بس نفهم علشان نعرف أهمية حضرتك لو حضرتك شفتي اللي هما السلاس عزفات اللي هما الفرعونيات كانوا بيحطوا زي عبارة عن طائية صغيرة من الخوس مفتوحة وداخلها الدهن أو الزيوت بتعمل رائحة عطرة طول الوقت بتسكت شعة الشمس بتسخن بتأدي دايما رائحة عطرة على الجسم هي نفس الفكرة بس بطريقة مختلفة خالص فأنت لو لاحظت إحنا لازم يبقى دايما يعني الفكرة دي مستوحى من التاريخ الفرعوني لا أنا عدت أفكر يعني أنت قدامك العالم كله مفتوح بس المهم أنك أنت تفكري وتستخدمي عقلك فإحنا نجحنا في الكريم هو ده اللي إحنا حبينا ندخله في نسيك فإحنا فكرنا لقينا أن أحسن تقنية اللي إحنا وصلنا لها بس في مهندس مع حضرتك معي مجموعة علماء يعني أنت ما تكلمنيش بس على المهندس أنا قلت لك إن إحنا المادة بتيجي مع علماء يعني فيه فريق علماء طبعاً طبعاً بنشتغل مع بعض يعني ممكن حرارك قلت الفكرة وهم أنا اللي ديتهم السجرة بتاع النوهاو ونفزنا مع بعض وبإشرافي ومع بعض كلنا المادة بتيجي ما بين إنجلترا وألمانيا الشرب بيتصنع في أسبانيا بيروح مركز علمي تاني في إيطاليا بيرجع يتكيو في أسبانيا وليه براءة اللي إحنا شفناه طبعاً عشان حضرتك بس بقلك فترة مش موجود إحنا عندنا هنا في مصر دلوقتي وده يعني حقيقي مشاكل فيما يخص بقى براءة الاختراع والاختراعات العلمية الغير موثقة والكلام ده كله وغير إن إحنا كمان عندنا هستوري فضيع مع أي حد يقول لك أنا بعالك بالأعشاب بأمانة شديدة فعلشان كلا أنا بس أل حضرتك يعني شوية تفاصيل علشان إيه الناس تاخد الثقة في اللي إحنا بنقوله شوفي حضرتك في شهادات مهمة إحنا جايبينها بتنفي أي حاجة أولاً اللي هو الجامعة دي لو بصينا فوق حنلاقي الرقم الرقم ده متسجل عليه اللي هو براءة الاختراع جامعة جامعة آي تيكس في أسبانيا طبعاً جامعة مشهورة جداً للأبحاث والنسيج ده حاجة مهمة جداً ما يقدرواش يدوك أي موافقة من غير إنه هم فعلاً الموضوع حصل ده حاجة حضرتك الملحق التجاري حاطت يعني ترشيحه نادي الإسبانيول خاد المنتج وجربه يعني كل الناس دي يعني نادي الإسبانيول بأقل حاجة يعني أنه عنده أقل لعيب ما يجيش مثلاً سعره أقل لعيب أربعة خمسة مليون يورو وفيه شهادة من نادي إسبانيول يعني ده مش معقولة يعني أنه هو يعني الناس دي حتى ده شهادة الملحق التجاري ده شهادة الملحق التجاري لأستاذ المحترم المستشار يحيا راجل محترم جداً وبعدين السيدة المحترمة السيدة راشا أعلنت عن خبر المخترع المصري وأرسلت الخبر وحضرتك عندكم الخبر إزاي حضرتك بقى تقدر تفيد مصر بهذا الاختراع إحنا بس عاوزين نعرف إحنا عملنا إيه بالزبط عملنا كمان فرشة جزمة آه لما تورينا الحاجات دي في حضرتك دلوقتي الشراب إحنا ورناها وحضرتك عندك فرشة الجزمة دي كمان لو حضرتك عملنا كده شوف الاختلاف بتاعه لو شمتيه شميه كده هتلاقي ريحته ريحته لفندر عشان ريحته لفندر فإحنا حضرتك عملنا مقاسات عشان نعمل موضوع اللي هي المشكلة بتاعت بتاعت المقاسات دي اللي جربوها لعيبة النادي إسبانيول والشراب جربوه وكمان الفانيلا جربوه على الأجوان عملنا الفانيلا دي بتعمل إيه بقى عملنا الفانيلا دي بتمتص ألم الظهر وحضرتك تعرقي أنت حاسة بالعرق ولكن بيمتص العرق دي شهادة نادي إسبانيول إسبانيول إن بعض اللاعبين جربوا اختراع دكتور إيميل وردوا عنها بالضبط فحضرتك مفاجأة بقى كبيرة أننا جربنا كمان دي ما فيش أي حاجة في العالم بتحسن في الناس اللي عندها في لاتفوت فده حضرتك يحطوها على اللي هي الفرشة الطبية بدون أي مشاكل هيحسوا براحة راهبة جدا أنا لو شغلت الدورة الدموية ولو حتى لمدة يعني ما فيش مثلا يوم يبقى أنا عملت إنجاز كبير حرارة كنت بتقول على التيشرت اللي معمول ده من القطن ده القطن العادي اللي هو القطن الطبيعي حضرتك ممكن تشميه كمان ولو قربت الكاميرا هتلاقي لونه مختلف هو النسيج بتاعه كمان مختلف أنا مش عارفة يبين أه هي دي بتعمل إيه بقى دي حضرتك إحنا فكرنا كمان نعمل حاجة تمتص ألام الظهر لأن طول اليوم قاعدين قدام الكمبيوتر 24 ساعة وحطينا فيها مادة كمان إن هي تمتص العرق حرارة كنت قلتلي على حاجة بتدفي في الشتاء حضرتك لو أنت استعملت فرشة الجزمة والشراب لما أنا بشغل الدورة الدموية في إطار طبيعي حيديك في الصيف درجة الحرارة اللي هي 19 للجسم فدي الدرجة لطيفة ما تحسيش بأنك مخنوقة ومش طيقة الهدوم اللي عليك في الشتاء لو وصلنا إلى درجة الحرارة 21 درجة اللي هي درجة الجسم الطبيعية كل ما بتمشي كل ما بتكسري عدد من الكابسولات فبيطلع زيود فبتحس براحة رهيبة فبيبقى الجسم في درجة حرارته المتكاملة طيب مهمة قوي إن إحنا عندنا الناس اللي هي بتشتغل في الطيران بيشتغلوا على ضغط عالي عندنا الناس اللي هم من الجنود بتوعنا البواسل عندنا الزباط الشرطة اللي في المستشفيات الناس اللي الناس العادية اللي بتسوق وبتقعد في الإشارة ثلاث ساعات إنتي بتعرفيش إن الدم قد إيه بتبقي مرهقة جدا إحنا بيجي لنا أمراض في رجلينا كلنا يعني كلنا عندنا خلاص رجلينا نزيت فأنا بطلب يعني قبل ما اللي أنا هطلب لو سمحتي قبل ما ينتهي الوقت أنا في طلب شخصي بس أنا يهمني حاجة مهمة جدا إن إحنا لما صنعنا الفانيلا دي لقينا إن هي مكلفة فأنا جاي هنا في مصر عشان أتواصل مع المصريين وفي نفس الوقت إن أنا أقدر أقل للكست وأفتح أسواق لو إحنا صنعنا عندنا أحسن قط وعندنا مصانع فلو إحنا قدرنا نتعاون حيبقى عندنا منتج يطلع من هنا وممكن نصدره على مستوى العالم وممكن كمان يتفتح سياحة هل اتعرض على حضرتك شركات في أوروبا أنهم ياخدوا الاختراع دا طبعا بس أنا هربت منهم كلهم لأنه قلت لازم الأول أجي للمصريين عشان دول أهل بلدي ونفسي أشوفهم في أحسن حل وأحوال هل فيه في مصر حد عرض على حضرتك اللي هو ينتج دا لا لا لسه لسه لأننا جاي بس أنا متواصل معاهم وأتمنى أن فيه حد يرحب دي حاجة حاجة تانية إحنا بنفكر كمان نعمل أول كيس مخدى على مستوى العالم أنه هو حضرتك إحنا لما فكرنا ننفذه هناك لقينا أنه هو هيكلف كتير فبرضو أنه إحنا في مصر ممكن أن نعمله أنه إحنا حنحط المادة بتاعتنا جوا حنحضره بمواصفات معينة يمتص ألام الرقبة وحضرتك طبعا كلنا عندنا ألام رقبة من الكمبيوتر والبلاي ستيشن وكله أنا عايز عارك توجه رسالتك باش نحن وقتنا للأسف انتهى موضوع مهم بس نحن وقتنا للأسف انتهى حارك وجه رسالتك أولا واحد إحنا عاوزين نرجع الفرحة وإن إحنا نتعاون مع المنتخب بتاعنا إحنا اللي هما نستعملوه الاسبانيول أنا عاوز حد من المتخصصين يقعد معايا بلاجنة فنية ونقعد نتكلم لأن هنا في حاجة مهمة إحنا نسينا نقولها إن المادة مع شهادة اختبار طلعت من أكبر جامعة إن هي ممكن تقعد أكتر من عشرين غسلة ودي حاجة مهمة جدا يعني أنا كنت تريش المنتج وبس المادة تروح بعد أول غسيل لا دي بتقعد عشرين غسلة أو ممكن أقل حسب دي حاجة حاجة تانية إن أنا بطلب ومن حقي إن أنا ممكن أقعد مع وزير الدفاع ممكن أقعد مع وزير الصحة لأن الحاجة دي ممكن كمان تدعم إن هي تدخل تابع اللي هو التأمين الصحي بطلب إن أنا أقعد مع وزير الداخلية أو الناس المختصة لأن الفرشة دي لو تعممت مع الجيش مع الشرطة هنوفر الناس الناس اللي هي بتقعد 24 ساعة على رجليها وبالفعل أنا مقدم الموضوع ده للملحة العسكري والناس كلها يعني متشوكة بس إن هي قالت لي بس روح وهناك إحنا بندعمك فأنا هنا ولو سمحته أنا عاوز أشوف المصريين أحسن حال وفي أحسن صحة يا رب يا رب يا رب مصر تبقى بخير وبسعادة أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا وبشكر حضرتك اللي أنت يعني اهتمت تيجي تعرض الموضوع ده هنا وأتمنى أن يحصل تعاون ما بين حضرتك وما بين الاختراع اللي حضرتك عامله اللي هو أصلا مفيد في حياتنا اليومية في الحقيقة يعني مش حاجة بعيدة هو مفيد في حياتنا اليومية إن تقدر يبقى في تعاون ما بين مؤسسات الدولة هنا في مصر ومبين أحد العقول المصرية المهاجرة إن نبتدي بها أنا أستقطبها إن نستفيد بها يعني مش حنقضي حياتنا كفتة أعتقد يعني طيب بشكر دكتور إيميل تومة جدا على وجودك معنا وبتمنى اللي إحنا نقابلك قريب إن شاء الله ويكون ده خلاص بقى لين في صناعي في مصر قريب بإذن الله أشكرك جدا ومرسي جدا على استضافتكم الرئيقة دي وحاجة يعني تساعدني إن أنا أكون في التلفزيون المصري مرسي جدا شكرا مرسي وقراتنا لسه متواصلة معكم في نهارك سعيد رجعين بس بعض الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة